السلام عليكم الصدق هو درسنا لهذا اليوم الصدق صفة مهمة جدا من صفات المسلم وهي من صفات المؤمنين يوجد بهذه الصفحة شرائح أو سليدات كل صورة منها تعني الكثير فهذه الصورة طفل يعتذر من أمه لأنه تسبب في اتساخ السجادة فقال لأمه إني آسف يا أمي فأنا من تسبب في ذلك كان صادقا الشريحة الأخرى أو الصورة الأخرى طفل يلعب بالكرة كسر برواز من الزجاج فاعتذر أو إني آسف يا أبي فأنا الذي كسر زجاج اللوحة كان صادقا هنا صورة الطفلة سكبت العصير فتقدم الاعتدار معذرة أنا من سكب العصير كانت صادقة وهنا أتت هذه الفتاة وتخبر صديقتها الآن جئت من بيت جدي وهي صادقة في الصفحة الأخرى هنا صورة لولد يخبئ الكرة خلفه ويأتي أبوه ليسأله هل كنت تلعب يا أحمد يكذب ويقول لا لقد كنت أدرس فقد كان كاذبا الصورة الأخرى من ساعدك في حل الواجب يا سارة المعلمة تسأل ساعدتني أمي كانت صادقة الصدق هو الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا وأخبرنا بأن أن صفة الصدق لا تكون إلا مع المؤمن يعطيكم دعا ترجمة نانسي قنقر